بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهلين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم أمين قال فضيلة الدكتور عبد الرحمن السقاف وفقه الله ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة اللهم أمين قال الدرس الرابع التعريف بالنفاس ومدته صح أو ومدته ما رأيكم نعلى الأولى التعريف بالنفاس ومدته فيكون مدته معطوف على التعريف ليس المراد التعريف بالنفاس والتعريف بمدة النفاس ووضح لنا قال وما يتعلق به من أحكام سنتناول في هذا الدرس التعريف بالنفاس وشروطه ومدته وحكم تقطع دم النفاس وزيادة الدم على وحكم تقطع دم النفاس وزيادة الدم أي وحكم زيادة الدم على أكثر النفاس أولا تعريف النفاس النفاس لغة الولادة وسمي بذلك لأنه يخرج عقب نفس أو من قولهم تنفس الصبح إذا ظهر واضح؟ وقد مر معنا تعريف النفاس من قبل ومنهم من قال النفاس ماخوذ من الدم لأن الدم يسمى نفسا ومنه قول الفقهاء ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له يسي قال ويعرف النفاس شرعا بأنه الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم أي وقبل مضي خمسة عشر يوما كما مر معنا تعريفه فيما سبق وقد تقدم شرح ذلك في الدرس الأول لكن أريدك أن تنتبه إلى قول فضيلة الشيخ شرعا بأنه الدم الدم المراد بالدم هنا ما يشمل الصفرة والكدرة واضح؟ وبالتالي لو أن المرأة في النفاس بعد الولادة خرج منها الدم أربعين يوما وبعد الأربعين خمسة أيام أو سبعة أيام صفرة وكدرة فإن هذه الصفرة والكدرة تعتبر نفاسا إذن قوله الدم الخارج المراد بالدم هنا ما يشمل الصفرة والكدرة ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين ما نصهم قلت أي النووي قلت والصفرة والكدرة في النفاس كهي في الحيظ يعني حكمها في النفاس كحكمها في الحيظ فكما أنك تجعل الصفرة والكدرة في الحيظ حيظا على معتمد المذهب فكذلك تجعل الصفرة والكدرة في النفاس نفاسا على معتمد المذهب وعلى الرأي الآخر معلوم أن الصفرة والكدرة على الرأي الآخر ليست حيظا وبالتالي لا تكون نفاسا لكن المعتمد أن الصفرة والكدرة حيظ بالنسبة للحيظ كذلك نفاس بالنسبة للنفاس والذي يقال الصفرة والكدرة في النفاس كهي في الحيض وفاقا وخلافا أي في الموضع الذي حصل فيه الاتفاق وفي الموضع الذي حصل فيه الاختلاف وهذا هو المذهب هكذا يقول إمام نوي وهذا هو المذهب إذن لما قال الدكتور الدم الخارج المراد بالدم هنا ما يشمل الصفرة والكدرة قال ثانيا شروط النفاس شروط النفاس أربعة قال لا يتحقق كون النفاس نفاسا إلا بأربعة شروط انتبه لها الشرط الأول أن يكون خروجه بعد فراغ الرحم أن يكون خروج الدم بعد فراغ الرحم قول أن يكون خروجه أي خروج الدم بعد فراغ الرحم تفهم من هذا أن الدم الذي يخرج قبل فراغ الرحم ليس نفاسا طيب ما هو نقول إن اتصل نفاسها بحيظ وهذا مبني على أن الحامل تحيظ فهو حيظ وإن لم يتصل نفاسها بحيظ فهذا دم فساد دم استحاضة قال أن يكون خروجه بعد فراغ الرحم ولو من علقة أي أن الدم الذي يخرج بعد فراغ الرحم حتى وإن كان الخارج علقة والعلقة عمرها من 41 يوم إلى 80 كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك أي 40 ثم يكون مضغة مثل ذلك واضح؟ فقد قلت لكم في مجالس كثيرة إن خروج العلقة يترتب عليه ثلاثة أحكام الحكم الأول وجوب الغسل والحكم الثاني ثبوت النفاس وهذا محل الدرس والحكم الثالث الفطر من الصوم فقال هنا ولو من علقة تمام؟ أو مضغة أو مضغة والمضغة قطعة لحم وتكون بعد الثمانين إلى مئة وعشرين كما في الحديث السابق قالت قابلة قالت قابلة قالت قابلة إنها مبدأ خلق آدمين قالت قابلة يرحمك الله القابلة هي التي تتولى توليد المرأة تسمى قابلة تمام؟ وتسمى داية هذه القابلة قالت إنها إنها الضمير يعود على ماذا؟ يعود على المضغة أي إن المضغة مبدأ خلق آدمين ما معنى قوله مبدأ خلق آدمين أي أنها لو بقيت في الرحم لتخلقت إنسانا هذا المقصود إنها أصل خلق آدمين ولاحظ معي في قوله قالت قابلة تمام؟ يكفي أن تكون المخبرة بذلك قابلة واحدة فلا يشترط العدد لكن ياتي السؤال هل يشترط أن تكون المخبرة بذلك أنثى؟ فلو قال شخص تولى التوليد يقول قال هل ممكن الشخص تولى التوليد؟ نقول نفترض أنه زوج لها زوجها تولى توليدها نفترض أنه طبيب في حالة ضرورة تولى التوليد تمام؟ لا أخبر أن هذه المضغة أصل آدمين هل نقول خبره لا يقبل؟ واضح لأن المؤلف قال إيش؟ قالت قابلة فيشترط الأنوثة أو نقول قوله قابلة خرج مخرج الغالب تمام؟ وإلا فلو أخبر رجل لو أخبر ذكر قبل خبره الجواب لو أخبر رجل قبل خبره فإن قوله قابلة وقول الفقهاء قابلة خرج مخرج الغالب واضح لها وإلا فلو أخبر ذكر فإن لو أخبر رجل فإن خبره يقبل لماذا؟ لأن مبنى المسألة على الظن وبخبر الواحد رجلا كان أو امرأة يحصل ذلك الظن واضح ونص على ذلك العلام الشبرى ملسي رحمه الله في حاشية على نهاية المهتاج فقال رحمه الله قالت قابلة إنها مبدأ خلق آدم أما الدم الخارج قبل الولادة وهو المسمى بالطلق فليس بنفاس طيب ليس بنفاس هذا لا إشكال طيب هل حيظ؟ قال ولا بحيظ إلا تبه إلا إن اتصل بحيظ قبله كما قلت لكم فإن اتصل بحيظ قبله فهو حيظ لما تقدم أن الأصح أن الدم الذي تراه الحامل تحيظ إذن هذا الفرع مبني على مسألة الحامل هل تحيظ أو لا تحيظ وقد ذكرت لك من قبل أن معتمد المذهب أن الحامل تحيظ هذا الشرط الأول إذن ما هو الشرط الأول أن يكون هذا الدم خارجا متى بعد فراغ الرحم هذا الشرط الأول الشرط الثاني قال أن يكون قبل انقضاء خمسة عشر يوما من فراغ الرحم إيش يعني أن يكون أي أن يكون خروج الدم أن يكون خروج الدم اسمه كان خروج الدم أن يكون خروج الدم قبل انقضاء خمسة عشر يوما من فراغ الرحم تمام وبالتالي لو أن المرأة ولدت ومر عليها عشرون يوما ولم يخرج الدم ثم خرج الدم بعد عشرين يوما من ولادتها فإن هذا الدم الذي خرج بعد عشرين يوما من ولادتها ليس دم نفاس لماذا؟ لأن الشرط في الحكم عليه بأنه دم نفاس أن يخرج قبل أن تمضي خمسة عشر يوما ولذلك قال أما بعد انقضاء خمسة عشر يوما فليس بنفاس بل هو حيض أي إن تحقق شرطه فبلغ يوما وليلة تمام شرط الثالث قال ألا يتخلل بين دمي النفاس الأول والثاني أقل الطهر نحكم على هذا الدم بأنه دم نفاس بشرط ألا يتخلل بين الدمين أقل الطهر فلو تخلل بين الدمين أقل الطهر فإن الثاني هذا ليس دم نفاس بل دم حيض سورة المسألة نكتبها في السبورة طبعا يا ستأتي بعد القديم ولدت في تاريخ واحد مثلا من الشهر السابع تمام وخرج الدم تفضل خرج الدم واستمر واستمر إلى تاريخ عشرين من الشهر السابع هذا الدم هذا نفاس هذا نفاس ثم انقطع من تاريخ عشرين إلى تاريخ مثلا خمسة وعشرين من الشهر السابع هذا انقطاع ثم في تاريخ ستة وعشرين من الشهر السابع عاد الدم واضح لله واضح الآن فترة الانقطاع كم يوم خمسة أيام خمسة أيام هذه أقل من خمسة عشر صح أقل من أقل الطهر صح إذن هذه الأيام الخمسة هذه الأيام الخمسة أيام أيام نفاس على الأصح هذا الدم أيضا دم نفاس هذا الدم هو دم نفاس لكن لو حصل الانقطاع تمام وتقاوز الخمسة عشر مثلا في تاريخ عشرين سبعة في عشرين سبعة هذا حصل انقطاع ولم يعد الدم إلى تاريخ عشرة ثمانية يعني كم انقطاع عشرون يوما هذا الدم الذي عاد هذا دم حيض إن تحقق شرطه فيمتم إذن يريد أن يقول لك بعبارة أخرى نحكم على الدم بأنه دم نفاس بشرط أن لا يحصل انقطاع فإن حصل انقطاع ننظر إذا كان الانقطاع خمسة عشر فأقل فهذا الدم الذي عاد دم نفاس وإن تقاوز خمسة عشر فهذا الدم الذي عاد دم حيث فهمت؟ انظر ماذا قال وهذه المسألة ستأتي بعد قليل بتفصيل تمام؟ هو ذكرها هنا بإيجاز قال ألا يتخلل بين دمي النفاس الأول والثاني أين الأول؟ الذي كان الذي استمر إلى تاريخ عشرين سبعة استمر عشرين يوم من واحد سبعة إلى عشرين سبعة تمام؟ والثاني أين الثاني؟ الذي عاد في تاريخ كم؟ ستة وعشرين سبعة تمام؟ قال أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فإن تخلل بينهما ذلك إيش بينهما ذلك؟ أي إن تخلل بينهما أقل الطهر أي تقاوز خمسة عشر تمام؟ فالثاني ليس بالنفاس تمام؟ وإنما هو حيظ الشرط الثالث أن يكون ذلك في الستين ها ها الشرط الرابع أن يكون ذلك في الستين إيش معنى في الستين؟ يعني نحكم على الدم بأنه دم نفاس بشرط أن ذلك الدم يخرج بعد الولادة وقبل مضي ستين يوما فلو أنها ولدت ومضى بعد ولادتها ستون يوما يعني عفوا لو أنها ولدت وخرج الدم خرج الدم تمام؟ واستمر حتى تقاوز ستين يوما واضح حتى تقاوز ستين يوما فما زاد على ستين هذا ليس دم هذا ليس دم نفاس طيب ما هو؟ نقول ننظر ننظر في لحظة تمام الستين إذا كان في لحظة تمام الستين الدم مستمر فهذه مستحاضة نفاس وإن كان في لحظة تمام الستين الدم منقطع ثم عاد الدم فهذا حيض إن تحقق شرطه كما ذكرناه لكم أمس في الفرق بين المرأة التي عليها بقية طهر والمرأة المستحاضة ولديك من هنا تعلم أن المرأة ينبغي عليها أن تلاحظ الوقت الذي انتهت فيه الولادة متى انتهت الولادة؟ انتهت الولادة مثلا الآن في الساعة التاسعة والنصف على رأس الستين من هذا الوقت تنظر هل في الساعة التاسعة والنصف بعد ستين يوم الدم مستمر أو غير مستمر؟ إذا كان الدم مستمر فنقول لها هذه مستحاضة نفاس إذا كان الدم غير مستمر منقطع ثم عاد بعدها فنقول هذا الدم دم حيث طبعا إن تحقق شرطه بأن بلغ يوما وليلة فهما هذا ولا لا؟ ستأتي هذه المسائل مرة أخرى لكن هو الآن يستعرض الشروط الأربعة ولذلك قال أن يكون ذلك أي أن يكون خروج الدم في الستين فلو رأت بعد الستين دما تمام؟ ولو بالزمن يسير فليس بالنفاس ثم إن وجد فيه شرط الحيظ وهو بلوغ يوم وليلة فهو حيظ وإلا فلا تمام؟ ثالثا مدة النفاس مدة النفاس لحظة مدة النفاس لحظة لعله وفقه الله سقرت عنه كلمة العبارة مدة أقل النفاس لحظة واضح ليس مدة النفاس لحظة لعل الأولى أن يقول مدة أقل النفاس لحظة تمام؟ قال مدة أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما أكثره ستون يوما كون أكثر النفاس ستين يوما هذا مذهب الشافعية والمالكية وقال به جماعة من التابعين واضح قال به جماعة من التابعين تمام؟ وغالبه أربعون يوما غالب النفاس أربعون يوما لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما حمل الشافعية هذا الحديث على الغالب لأن استقراء الإمام الشافعي وجد أن النفاس قد يستمر إلى ستين فلما وجد أن النفاس قد يستمر إلى ستين حمل حديث أم سلمة على الغالب مذهب الحنابلة والحنفية أن أكثر النفاس أربعون يوما فعندهم لو استمر الدم بعد الأربعين هذه مستحاضة فهمتهم ليس نفاسا تمام لكن الشافعية حملوا حديث أم سلمة هذا على الغالب وقالوا أكثر النفاس ستين يوما لكن هنا أريد أن أنبهكم إلى مسألة بعض النساء عندما نقول غالب النفاس غالب النفاس أربعون يوما بعض النساء يتوهمنا يتوهمنا أن المرأة لا بد أن تبقى في حالة نفاس أربعين يوما حتى وإن انقطع الدم قبل ذلك موجود في بلادكم نحن في بلادنا بعض المناطق هكذا يعني ربما ينقطع منها الدم بعد الولادة عشرين يوم تبقى بعد العشرين يوم هذه ما في دم لكن لا تصلي لا تصم لماذا نفسها ما كم مثل الأربعين تقول غير صحيح هذا واضح أو لا بانقطاع الدم تنتهي أحكام النفاس كما قلنا في الحيظ بانقطاع الحيظ تنتهي أحكام الحيظ كذلك هنا بانقطاع دم النفاس تنتهي أحكام النفاس لا يشترط أن تكملي أربعين يوما إذا انقطع الدم قبل ذلك فإذا انقطع الدم قبل الأربعين يلزمك أن تغتسلي وأن تصلي وأن تصومي ويجوز للزوج أن يطاق فإن عاد الدم نقول إذا عاد الدم قبل أقل الطهر إن عاد الدم قبل أقل الطهر فهذا نفاس ما زال النفاس موجودة إذا عاد الدم قبل أقل الطهر وقبل انقضاء الستين فهذا نفاس الثاني هذا نفاس وتبين أن ما فعلتيه من عبادات في هذا الوقت غير صحيحة فالصلاة غير صحيحة والصوم غير صحيح تمامون لا واضح لكن هي يلزمها أن تغتسل بمجرد انقطاع الدم كما قلنا نفس الكلام الذي قلناه في الحيض لو تذكرون واضح ولا لا فقال هنا بارك الله فيكم لحديث أم سلم رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ثم قال رابعا متى تبدأ مدة النفاس من متى يبدأ النفاس انتبه هذا يحتاج بعض الانتباه قال المعتمد من الأقوال أن مدة النفاس تبدأ حكما من رؤية الدم فلا نفاس قبل رؤيته وأما عددا فمن بعد فراغ الرحم من جميع الحم واضح ولا لا نشرحها هذا في السبور هنا الممسحة ولدت بتاريخ واحد من الشهر السادس ونزل الدم تاريخ عشرة من الشهر السادس يعني تاريخ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة أيام ما في دم تمام طيب نقول أحكام النفاس إيش معنى أحكام النفاس يعني أنها لا تصلي أنها لا تصوم أن زوجها يحرم عليه وطؤها أحكام النفاس من متى تبدأ أحكام النفاس تبدأ من هنا من تاريخ نزول الدم تبدأ أحكام النفاس من رؤية الدم تمام طيب نحن قلنا قبل قليل إن أكثر النفاس كم ستون يوما هل الستون يوما هذه تبدأ من رؤية الدم يعني من تاريخ عشرة نبدأ نحسب الستين أو تبدأ من يوم الولادة الجواب تبدأ من يوم الولادة إذن العدد يبدأ من لحظة يعني لما نقول من من يوم الولادة ليس دقيقا لا من لحظة انفصال جميع الجنين عن الرحيم هنا تبدأ تبدأ عدد الأيام الستين واضح لله إذن عندك عندك جانبان جانب العدد يبدأ من متى من لحظة انفصال جميع الجنين عن الرحم والجانب الآخر ثبوت الأحكام من متى تثبت الأحكام تثبت الأحكام من لحظة رؤية الدم فيم تولى له جيد إن شاء الله انظر ماذا قال المعتمد من الأقوال شوف لما قال المعتمد من الأقوال إشار إلى أن المسألة فيها خلاف فهناك قول يرى أن أحكام النفاس أن أحكام النفاس والعدد يبدأان من لحظة الولادة وهناك قول يرى أن أحكام النفاس والعدد يبدأان من لحظة نزول الدم وهناك قول بالتفصيل هو المعتمد فهمتم ياشيو قل لله ولدك إيش قال هنا المعتمد من الأقوال إذن لا يوجد قول واحد بل ولا يوجد قولان بل يوجد أكثر فهمت قال المعتمد من الأقوال أن مدة النفاس تبدأ حكما من رؤية الدم طيب لما نقول تبدأ حكما من رؤية الدم هذه الأيام التسعة التي مرت ما الحكم فيها نقول هذه الأيام التسعة يجب على المرأة أن تصلي لها حكم الطاهرات يجب أن تصلي يجب أن تصوم هل يقوز لزوجيا أن يطاها يقوز لزوجيا أن يطاها طيب يجب أن تصلي يجب أن تصوم هل يجب عليها الغسل بسبب الولادة يجب عليها الغسل بسبب الولادة تمام فلا تصلي إلا بعد أن تغتسل لكن هل يجوز لها أن تصوم قبل أن تغتسل نعم لأن حكمها كحكم الجنوب يجوز لها أن تصوم قبل أن تغتسل من الولادة صح وهل يجوز لزوجها أن يطعها قبل أن تغتسل يجوز لأن حكمها حكم الجنابة يعني المرأة الجنوب هل يجوز لزوجها أن يطعها أو لا الحاذ والنفسها ليس للزوج أن يطع حتى تغتسل صح لكن الجنوب يقوز لزوجها أن يطعها قبل أن تغتسل صح إذن صومها وطؤها جائز ولو قبل الغسل لكن صلاتها لا بد أن تكون متى بعد الغسل فهمتم فهنا ستغتسل بسبب الولادة وتصلي فهمتم إن شاء الله قال رحمه الله المعتمد من الأقوال أن مدة النفاس تبدأ حكما من رؤية الدم فلا نفاس قبل رؤيته وأما عددا فمن بعد فراغ الرحم من جميع الحمل شوف لما قال من جميع الحمل تفهم أنه لو حصل عندها توأم فخرج الولد الأول تمام ثم بعده بثلاثة أيام خرج الولد الثاني تمام فالعدد من متى يبدأ ها من خروج الولد الثاني ليس من خروج الولد الأول فهمت أم لا يعني عندك مثلا في تاريخ واحد خرج الولد الأول في تاريخ أربعة خرج الولد الثاني من متى تبدأ أو تحسب من تاريخ أربعة ليس من تاريخ واحد فهمت فقال مثال يوضح ذلك رأت نفساء دم النفاس بعد الولادة بعشرة أيام فمن حيث العدد نقول إن النفاس له عشرة أيام من حيث العدد يعني العشرة الأيام الأولى التي لم ينزل فيها الدم محسوبة من العدد ولا غير محسوبة محسوبة من العدد ومن حيث حكم النفاس لا يبدأ أي حكم النفاس إلا من رؤية الدم فالعشرة الأيام السابقة على رؤية الدم أي العشرة الأيام السابقة قبل رؤية الدم حكمها فيها حكم الطاهرات فيجب أن تغتسل لتصلي ويجب الصوم أو يصح منها الصوم ويجوز لزوجها أن يضعها فهمتم؟ ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم خامسا حكم تقطع دم النفاس إذا كان دم النفاس متقطعا هذا شرحته لكم قبل قليل لكن الآن سيزيده تفصيلا وبسطا قال إذا كان دم النفاس متقطعا فتارة دما وتارة نقاء هذا معنى التقطع يعني تارة يكون دم وتارة يكون نقاء فننظر إن تخلل بين الدمين خمسة عشر يوما يعني حصل أنها ولدت بعد الولادة الدم موجود استمر الدم استمر الدم ثلاثين يوما ثم حصل نقاء عشرة أيام ثم عاد الدم هذا النقاء ما حكمه وهذا الدم العائد ما حكمه نقول أما الدم العائد فهو دم نفاس لأن النقاء المتخلل دون خمسة عشر صح وهذا النقاء ما حكمه نفاس طيب بهذا النقاء الذي حصل عندما بدأ النقاء هل يلزمها أن تغتسل وتصلي وتصلي أو لا يلزمها الجواب يلزمها نفس الكلام الذي قلناه بارك الله فيكم في الحيث في الدرس الماضي تمام قال إذا كان دم النفاس متقطعا فتارة دم وتارة نقاء فننظر إن تخلل بين الدمين خمسة عشر يوما وهو أقل الطهر فالدم الثاني حيض وإن لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فأوقات الدم نفاس باتفاق واضح لا له؟ إن شاء الله قال وفي النقاء المتخلل قولان أصح ما في المذهب أنه نفاس وذلك مثل ما تقدم في النقاء المتخلل بين دماء الحيض وأظن المسألة ليست يعني صعبة عليكم قد مر تقريرها من قبل سادسا حكم زيادة الدم على أكثر النفاس شرحته لكم أيضا قلت لكم إذا زاد الدم على أكثر النفاس فعندنا حالتان الحالة الأولى ننظر لحظة تمام الستين فإذا نظرنا إلى لحظة تمام الستين والدم موجود فهذه مستحاضة نفاس ترد إلى إحدى صور مستحاضة النفاس السبع الآتية معنا في الدرس الأخير وإذا كانت في لحظة تمام الستين الدم غير موجود ثم جاء الدم فإن هذا الدم دم حيض إذا بلغ يوما وليلة وإن لم يبلغ يوما وليلة فهو دم استحاضة وفساد هذا خلاصة المسألة فقال هنا سادسا حكم زيادة الدم على أكثر النفاس بعد أن عرفنا فيما سبق أن أكثر النفاس هو ستون يوما فإذا زاد الدم على الستين فننظر لحظة كمال الستين ولذلك أقول لك ينبغي للمرأة أن تعتني بحفظ تلك اللحظة متى انتهت الولادة متى حصل فراغ الرحم لأنه يترتب عليها حكم واضح؟ فقال فإذا زاد الدم على الستين فننظر لحظة كمال الستين الحالة الأولى إن كان ممكن تكتب هنا واحد إن كان فيها دم أي إن كان فيها الضمير في قوله فيها يعود إلى ماذا؟ إلى لحظة كمال الستين تمام؟ إن كان في لحظة كمال الستين دم فهذه مستحاضة في النفاس ترد إلى إحدى صور المستحاضة في النفاس كما سيأتي الحديث عنها في الدرس الثامن ضيب الحالة الثانية وأما حرف شرط وتفصيل ليس الآن بعدين قال وأما إن كانت لحظة كمال الستين ليس فيها دم فالدم بعد هذا يعد دم حيض إذا بلغ يوما وليلة لأنه إذا جاوز النفاس أكثره تكفي لحظة في الطهر بين النفاس والحيض كما تمر معنا تقريره في الدرس الماضي واضح؟ إذن هذا التأكيد معلومات ليست معلومات جديدة ثم قال وهذه بعض الأمثلة تبين ما سبق نأخذ الأمثلة الآن مثال تمام رأت نفساء عشرين يوما دما ثم انقطع عشرة أيام تمام ثم جاء الدم يوما واحدا بيكون يوم هذا رقم كم واحد ثلاثين صح؟ قال فالدماء كلها تعد دم نفاس يعني الدماء في الأيام العشرين دم نفاس والدم الذي جاء في اليوم الواحد والثلاثين دم نفاس طيب والأيام العشر هذه نفاس أيضا على الأصح قال فالدماء كلها تعد دم نفاس لماذا؟ لأنه لم يتخلل بينها خمسة عشر يوما وبالاتفاق فإن أيام الدم نفاس وعلى الأصح فإن النقاء المتخلل بينهما النقاء المتخلل بين الدم الأول والثاني نفاس أيضا إذن فنفاس هذه المرأة واحد وثلاثون يوما طيب هذه المرأة تسأل رأيت الدم عشرين يوما بعد الولادة انقطع الدم عشرة أيام تمام؟ في الأيام العشرة هذه يلزمني أن أصلي؟ جواب نعم يلزمك أن تغتسلي وتصلي وتصوم كان ثم تصوم في اليوم الواحد والثلاثين جاء الدم إيش نقول؟ تبين أن ما فعلتيه من صلاة وصوم في هذه الأيام لا يصح أما الصلاة فلا يلزمها القضاء وأما الصوم فيلزمها القضاء فهمتموا لا لا جيد ولديك جوابك للمرأة التي تسألك ينبغي أن يكون كاملا ما تقولها بس مثلا تقولها فقط الواحد والثلاثين هذه كلها نفاس تبين لها حكم العبادات التي فعلتها وهل أصلا هي فعلت العبادات ولا ما فعلت تسألها يعني كان الواجب عليك بعد عشرين يوم من الدم إذا انقطع أنك تغتسلي وتصلي حكمك عكم الطاهرات فإن عاد الدم تبين أن تلك الصلاة وذلك الصوم باطل الصلاة لا يلزمك القضاء أما الصوم فيلزمك القضاء فهمتم الشيء قل له إن شاء الله مثال ثاني رفهم نعم مثال ثاني رأت نفسا ثلاثين يوما دما ثم انقطع عشرين يوما يعني ثلاثين يوم دم تمام بعدين عشرين يوم انقطاع إذن الآن تخلل أكثر من خمسة عشر صح؟ قال ثم أتى الدم ستة أيام فالدم الأول نفاس واضح وَالنَّقَاءُ الْمُتَخَلِّلُ بَيْنَهُمَا طُهُرٌ طهر إيش معنى طهر يعني حتى لو عاد الدم بعد العشرين يوم هذه ها فما صلته وما صامته صحيح تمام قال وَالنَّقَاءُ الْمُتَخَلِّلُ بَيْنَهُمَا طُهُرٌ وَالْدَمُ الْآخَرُ الَّذِي أَتَى بَعْدَ النَّقَاءُ دَمُ حَيْضٍ ها ليس دم نفاس لأن النقاء تقاوز خمسة عشر تمام قال لأنه تخلل بينهما أقل الطهر وفي هذه المسألة كان النقاء المتخلل عشرين كان النقاء المتخلل عشرين يوما مثال ثالث رأت نفسا أربعين يوما دما ثم انقطع عشرة أيام ثم عاد واستمر خمسة عشر يوما رأت نفسا الدم أربعين يوما ثم انقطع كم عشرة أيام ثم عاد واستمر خمسة عشر يوما إلا كم سيكون خمسة ستين انت جاوز الستين صح نعم فهذه المرأة تعد مستحاضة في النفاس لماذا مستحاضة لأنه في لحظة كمال ستين الدم موجود واضح قال فهذه المرأة تعد مستحاضة في النفاس ترد إلى إحدى صور المستحاضة في النفاس التي سيأتي الحديث عنها والسبب لماذا جعلناه مستحاضة نفاس قال السبب أن الدم زاد على أكثر النفاس وهو ستون يوما لعل والله أعلم الأولى أن نقول السبب أن الدم كان موجودا مستمرا في لحظة كمال ستين واضح كلامه صحيح لكن لعل هذا أوضح للقارئ والطالق لأن الدم لأن الدم كان موجودا مستمرا في لحظة كمال الستين نعم مثال الرابع رأت نفساء خمسين يوما دما خمسين يوما دما ثم انقطع إحدى عشر يوما إلى واحد وستين يعني ثم عاد الدم عشرة أيام طيب الآن خمسين يوم إيش حكمة هذه هذه نفاس طيب الانقطاع هذا أحد عشر يوما أقل من خمسة عشر إيش نعطيه من حكم طهر ليش طهر لأنه تقاوز أكثر النفاس واضح ولا لا لأنه تقاوز أكثر النفاس تقاوز ستين إلى واحد وستين فيكون طهر فيكون طهرا لأنه كما مر معنا في الدرس السابق لا يشترط بين النفاس والحيظ إذا تقاوز أكثر النفاس أن يكون النقاء خمسة عشر قد يكون أقل واضح لا لا قال هنا ثم انقطع إحدى عشر يوما ثم عاد الدم عشرة أيام فالخمسون يوما نفاس والنقاء يعد طهرا لماذا طهر لأنه ليس بين نفاسين بل بين نفاس وحيظ والنقاء بين نفاس وحيظ لا يشترط أن يكون خمسة عشر واضح قال والدم الأخير يعد دم حيظ أي إن تحقق شرطه لأنه لم يتصل بالستين ولا يشترط أن يبلغ الطهر بين النفاس والحيظ إذا كان بعد ستين خمسة عشر يوما بل تكفي لحظة وقد سبق بيان ذلك انتهينا من الدرس الرابع بحمد الله تعالى قال رحمه الله الدرس الخامس الدرس الخامس هذا في ظني أسهل درس لأنه يتكلم على ما يحرم بالحيظ ما يحرم بالحيظ درس في متن يبي شجاع وفي نيل الرجاء وفي المقدمة الحضرمية في كتب أخرى لا أحصيها عددا واضح فهذا درس سهل نقرأه إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم والله أعلم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين